لماذا هذه الجبهة بالتحديد أسستموها؟ أنت تعلم أن هذه الجبهة أنت تعلم أن الحرب وفي مفارقة هنا أنه يعني في قناة ليبيا كانت من أقوى القنوات إن لم تكن الأولى في ليبيا قناة النبأ نعم نرىها قد اختفت اليوم في عز المواجهة ونحن كواديرها بطبيعة العالي النبأ الاسم الأبرز في ليبيا والنسبة الأبرز الغائب والمسمى بقناة الثورة والتي حافظت على خط ثورتها حتى قبل توقفها المؤقت بإذن الله لا نعرف الأسباب حقيقة لتوقف القناة لكن القناة جوبهت كثيرا من الجميع وكانت هي الرقم الأول في محاربة الإرهاب وفي محاربة تنظيم الكرامة الانقلابي لسنا نحارب الأشخاص بحد ذاتهم لكن عندما أقول أحارب أحارب الكذب وامتهل الموضوعية والتضليل والتضليل الإعلامي هذه الجبهة تسألت لماذا مع وجود القنوات؟ هل تكفي هذه القنوات؟ الآن أصبحت القنوات المرئية مقاربة بالسوشال ميديا بالفيسبوك وتويتر والاستجرام أصبحت المشاهدة تكتكون أكثر من هذا الطرف وبالتالي وجدنا أن الخبر ينتقل بسهولة عن طريق صفحات تواصل الاجتماعي ولذلك أسسنا هذا البراح المتكون من مجموعة من الإعلاميين حاولنا أن نضرب على أكثر من جهات الإعلام المرئية الإعلام المسموع وكذلك إعلام التواصل الاجتماعي طيب هذه الجبهة لحماية طرابلس مرة أخرى ممن؟ حماية طرابلس أولا من الإشاعات المغرضة التي تبثها إعلام الكلامة ثانيا من تبيين صورة أن طرابلس هي حاضرة ليبيا وعنوان مدنيتها وأن طرابلس هي زهرة ليبيا ثالثا حتى نفند كل الأكاذيب التي يشنها إعلام الكرامة في هذه الحرب يعني إعلام الكرامة بمتحدثيه وصفوا الحال في طرابلس بشكل غير طبيعي تخيل أنهم من آخر الأخبار وأغربها أنهم قالوا أن قوات الجيش داخل الجيش اللي تسمونه جيشا قوات حفتر تدعم الشرطة ورجال المرور داخل طرابلس تنظم معهم داخل طرابلس سنأتي إلى الدعاية التي وبالتالي كان علينا نزاما لكن لو أنك ذكرت موضوع الجيش شو قصة مصطلح الجيش الليبي؟ مصطلح الجيش الليبي هذا أغرب مصطلح تسمعه في ليبيا